بالمختصر المفيد أن المؤسسة العسكرية مستهدفة وأن ما يحدث الآن سيتصاعد وأن الأدوات التي تركت كل الأشياء وتستهدف المؤسسة العسكرية تحت مزاعم الدولة المدنية تحت مزاعم تدخل الجيش في الحكم وتحت كذا واستهداف جيرالات بعينهم بسبب ملفات فساد مزعومة وهناك ملفات فساد حقيقية ملفات فساد حقيقية وكل ذلك يجري حتى أن البعض يتساءل كيف واحد شخص تجده مشرد هنا حتى بيت ما عندوش حتى وينيبات ما عندوش لا يملك حتى وينيبات وجيه ملفات ثقيلة تخص المؤسسة العسكرية من الداخل كيف جاتوا؟ أنا أجزم لك أن هذه أدوات أصلا داخل المؤسسة العسكرية أو أن أدوات أخرى في الخارج تعمل من أجل خلخلة الثقة بين المواطن وجيشه بخذ النظر عن النقائس التي تأتي من الجيش أو النقائس التي تأتي من الشهرة أن الصدام بين المواطن وجيشه لن يقدم شيئا ولن يؤخر لأنه إذا وصلنا إلى مرحلة الصدام سيوهمون المواطنين أنهم يحمونه وأنهم معهم وأنهم أصدقاءهم وكذا وكذا سيدفعنا عنهم وعندما يزجون بهم في حرب بعد ذلك يستعملون قضيتهم كما يريدون كما يريدون وللأسف هذا يحدث إن وجد في الشارع من يفكرون بطريقة غير منطقية والجيش أيضا يكون له قادة فاسدين لا يفكرون بمنطق مثل ما حدث في سوريا سوريا كان بالإمكان الجيش أنذاك أن ينقذ سوريا وينهي حكم الأسد بأي طريقة كانت وينقذ البلاد مما يحاكوا لها ولكن للأسف كما قلت الجيش تحول إلى عصابة طائفية عصابة عائلية فضحى بجيش مؤسسة كاملة من أجل أطماع شخص وهذا في كل بلد يتغير الأمر بشكل آخر وبصورة أخرى وما نشهده في ليبيا وما شاهدناه وكاد أن يحدث في مصر وما زال يجري المخطط أن يحدث في مصر مصر من صراع حرب أهلية تدمر هذا البلد الكبير ما زال قائما إذن إخواني الكرام أيها الجزائريون حافظوا على الثقة بينكم وبين عسكركم وناشد الجزائريين أن لا يتبعوا هذه المخططات فهي مخططات جهنمية ستأخذكم إلى مستنقع وبعد ذلك يتركونكم تغرقون ولن يمد لكم أياد النجدة أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فأقول لقادتهم عليهم أن ينتبهوا كثيرا وأن لا يغضوا الطرف عن خطورة هذه المرحلة فهناك مخططات تريد أن تستهدف المؤسسة العسكرية من داخلها عبر أدوات أدوات ولاؤها إلى جهات خارج هذا الجيش وأيضا من خلال استدراجه للوقوع في أخطاء على المؤسسة العسكرية أن تدرس جيدا كل ما تقوم به وعلى المؤسسة العسكرية أيضا أن تعمل على استعادة ثقة المواطن في جيشه وعلى الجيش أيضا أن لا يكون بيدقا لأدوات تزعزع ثقته في مؤسستها العسكرية فعندما يتحارب الجيش والشعب فإن الخاسر هو الشعب والجيش والوطن والرابح الوحيد هو الذي خارج الحدود